فضيحة فساد عنوانها البرلمان الأوروبي هل يروج نواب أوروبيون للسياسة الروسية؟ نعم، وفقاً للسلطات البلجيكية ما توصلنا إليه هو تقرب روسيا من نواب الأوروبيين قاموا بالترويج للدعاية الروسية لقاء أموال السلطات البلجيكية لم تكشف بعد عن أي اسم لكن ما بات مؤكداً أن الأجزاء الأمنية لتشيكية هي التي ضقت جرس الإنذار بعد رصدها موقعاً إلكترونياً يحمل اسم صوت أوروبا ويتخذ من براك مقراً له ملكية الموقع تعود لفكتور ميدفيتشوك أحد الأوليغارشيين الأوكرانيين المقربين من فلاديمير بوتين إغلاق الموقع لم يمنع انتشار مقاطع مصورة لنواب أوروبيين وهم يدلون لصوت أوروبا بتصريحات منحازة إلى موسكو كالفرنسية باتريسا شانيو عمر لم يثر استقراب زملائها منذ سنوات وأنا أنبه البرلمان الأوروبي من محاولات روسيا التدخل في عمل مؤسستنا تشير المعلومات إلى تورط نواب ينتمون جميعه إلى أحزاب يمينية متطرفة أوروبية وفيما طالب عدد من النواب بفتح تحقيق سارع آخرون إلى نفي التهمة قضية المرشح للتفاعل في وقت تتحضر فيه الأحزاب لخوض الانتخابات الأوروبية في حزيران يونيو المقبل حيث يشغل الموقف من روسيا وحربها على أوكرانيا حيزا واسعا من المعركة الانتخابية